ما أهم أنواع التعبير الشفهي وما أهم المجالات التي تندرج تحت كل نوع من هذه الأنواع ينقسم التعبير الشفهي إلى قسمين الأول التعبير الشفهي الوظيفي وهو التعبير الشفهي عن المواقف الحيوية الذي يسعى من خلاله المتعلم إلى قضاء حاجاته الخاصة أو العامة ولذلك التعبير الشفهي الوظيفي يتبدى في مجالات مختلفة أهم مجالات التعبير الشفهي الوظيفي تشمل مثلا الاتصال الهاتفي تشمل مواقف التعارف والترحيب مع الآخرين من مجالات التعبير الشفهي الوظيفي المناظرات والحوارات التي تدور بين المختلفين في الرأي في القضايا الاجتماعية المختلفة أيضا الوصف من مجالات التعبير الشفهي المهمة كذلك القدرة على إدارة الاجتماعات بشكل ناجح والقدرة على إجراء المقابلات الشخصية هي أيضا من مجالات التعبير الشفهي الوظيفي أيضا إلقاء الخطب والكلمات ومهارة حكاية القصص والنوادر كذلك القدرة على إجراء حوار أو محادثة أو مناقشة مع الآخرين كل هذه مجالات أساسية للتعبير الشفهي الوظيفي أما النوع الآخر من التعبير فهو التعبير الشفهي الإبداعي هذا النوع من التعبير هو تعبير ذاتي تعبير شخصي هو تعبير أقرب إلى الفضفضة النفسية في هذا النوع من التعبير يستخدم المتعلم اللغة بشكل راق لأن الهدف فيه أن ينقل المتعلم مشاعره وأحاسيسه وأفكاره التي تنبع من وجدانه ولكن بأسلوب واضح ومؤثر يستخدم المتحدث اللغة بطريقة ذاتية يبرز شخصيته في إطار أدبي يعكس كثيرا من خصائص الأسلوب الأدبي الذي يهدف إلى التأثير في الآخرين هذا النوع من التعبير له أهميته لأنه يمكن كل تلميذ من أن يعبر عن نفسه بصورة شخصية ذاتية بأن يعكس آماله وآلامه وأحلامه وطموحاته بشكل يؤثر به في الآخرين تتضح ذاته وتتضح مشكلاته وتتضح قدراته على التأثير في الحياة العامة بأفكاره المختلفة بالقطع لا بد أن أشير لك هنا يا أخي الكريم إلى أن هذا التقسيم ليس تقسيما فاصلا فلربما استطاع المتحدث في موقف وظيفي أن يستخدم اللغة بطريقة إبداعية ولربما تمكن المتكلم في موقف التعبير الإبداعي أن يحقق لنفسه وللآخرين وظائف متعددة إذن كل تعبير وظيفي يقبل أن تكون فيه مساحة من الإبداع اللغوي وكل موقف إبداع لغوي من الجائز أن يحقق للمتكلم أو المتحدث وظيفة أو أكثر من وظائف التعبير إذن فهناك تداخل بين التعبير الوظيفي والتعبير الإبداعي المهم أن ينجح المتكلم في إيصال رسالته إلى الآخرين وأن يحقق الهدف من عملية الاتصال